كان سكان قرية آيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت استيقظ يا ميمون استيقظ لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك لقد فرغ الطعام من بيتنا يجب أن تعود بصيد وفير ها بصيد وفير سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية أيلة أين ذهب السمك يا عمون؟ لا أدري يا كبير الصيادين ربما تحتاج إلى أن تبتعد أكثر في عرض البحر أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟ فحصتها بنفسي قبل الإبحار كيف لا تظهر سمكة واحدة؟ هذه إرادة الله يا شمخون يا أخي على الصياد أن يبذل الجهد أما الصيد نفسه فهو رزق من الله نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا فلماذا يعقبنا الله؟ هذا سؤال لا يليق الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا إنهم تحانوا الصبر ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال لماذا يقترب منا قريب ميمون هكذا؟ العاصفة شديدة هل نعود إلى القرية؟ عد أنت لن أرجع إلا بصيد وفير قل إن شاء الله يا ميمون ما هذا؟ نار في يوم السبت؟ وما المانع؟ هذا حرام تنهان شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت ولكن البرد شديد تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله ميمون يا ميمون هل ستمضي حياتك كلها نائما؟ اليوم السبت يوم التوقف عن العمل لماذا توقذينني؟ الرجال سيذهبون جميعا للصلاة طالبا للرزق أنا أتعبد هنا وأنا نائم معك حق نوم الظالم عبادة انظر انظر يا شمخون انظر لا أصدق ما كل هذه الأسماك؟ إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله هيا بنا هيا لنصيدها هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق ممنوع علينا الصيد في يوم السبت نعم نعم تذكرت ولكنها فرصة وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة؟ إننا جوعا وفقراء فقراء ألن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريب؟ هل تظن ذلك؟ ما رأيك أنت؟ اتقوا الله ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمرنا الشريعة أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء لا أعلم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر هل توغلوا في داخل البحر أكثر يا سيدي؟ لا فائدة فلنعب هيا بنا لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة ظاهرة اختفاء السمك إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح ولا سمك هناك أحسنت التعبير يا سيدي إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟ الأسماك تتصرف كما لو كانت تغذنا إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه ثم تختفي بقية أيام الأسبوع هذا صحيح يا رجال إن الأسماك تتحدانا اسمعوني يا أبناء قرية أيلة إن الله يمتحننا بما يحدث فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولة الصيد من يدري عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا هذا استسلام يا سمحون إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من المكر والخديعة ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم ما معنى هذا الكلام؟ سوف نرى لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟ حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟ نعم بإمكاننا فعل الكثير اسمعوني جيدا إن الأسماك تمكر بنا فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟ مع معذرة لا لا أفهم قصدك سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان لكن الصيد محرم يوم السبت لا تقاطعني أيها الأحمق قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت وفي الوقت نفسه نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع رأي عظيم أحسنت هيا يا شمخود أسرع أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين أخفض صوتك ستوقظ أهل القرية بصياحك هكذا هيا بنا الآن تفرقوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صباح الخير يا ميمون أتمنى لك صيدا طيبا ها وأنا كذلك أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟ نعم أقصد لا لقد نسيتها سأذهب لإحضارها سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة لا نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الحجرات الصغيرة نعم هذا هو الرأي الصواب انظر انظر يا كبير الصيادين هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا أخرج الشباك في صمت أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين يا للحظ السعيد آه لا أستطيع أن أخرج الشباك وحدي كل هذا كان صيضيع منا بسبب يوم السبت أسعارنا واحدة لا نقبل المجادلة تذكروا لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضا في البحر ولم أصد شيئا هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك بل هي الحيلة لقد كنت بالصيد في يوم السبت السمك طازج يشهد على ادعائك ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم نعم فعلت ذلك ما شأنك أنت؟ اسمع يا ميمون لقد تحملنا طمعك وفسادك ولكننا لا نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت سوف يحل الغضب علينا جميعا إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم لن نخرج منها اسمعوا يا رجال لنبني جدارا يعزل بين الفريقين أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله خزوا خزوا واشكروا الرب الذي وفر لنا هذا الطعام غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله تعالى أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة نعم فنحن نستدفئ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النور هل ألقيتم الشباكة في البحر؟ نعم بالتأكيد وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب إلى أين تذهب يا زوجي؟ في هذا الجو العاصف أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار لماذا؟ من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم لما تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ معذرة إلى الله ماذا تعني؟ أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا رأي أن تدعهم لعذابهم فإنهم لا يستحقون النصيحة قرد أيها الناس أيها الناس إني أرى قردا متوحشا من أين أتى وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك لماذا تضحك أيها القرد؟ صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون إنه أنا شمخون شمخون أنا ولكنني لست قردا تعدب أيها القرد ماذا؟ بل أنت القرد انتظر انتظر بدأت أفهم لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قرود يا له من ذكاء بالنسبة لقرد نعرف هذا ولكن ماذا سنفعل؟ كيف سنظهر أمام الناس بهيئة قرود؟ لنستمر في الحياة على أي صورة لا أحد يريد شراء السمك أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا يوما واحدا هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا يا سيد سمحون يا كبير الصيادين إنه صوت آدمي كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك استيقظنا اليوم على هذه الحال لا حول ولا قوة إلا بالله هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشرا؟ كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين حمدا لله تعالى عادت الحيتان إلى البحر يا زوجتي اقتسم ما رزقنا الله به مع إخواننا الصيادين واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار لا تذكرني بهم إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحصر طوال الليل هذا جزاء من يغضب الله لو علم المزنب بهول العقاب لما أقدم أبدا على زم آه يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون نحن جميعا جوعة وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام طعام مهين الموت أفضل منه بكثير صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين بعد وفاة أب الأنبياء آدم عليه السلام استمر الناس على عبادة الله وحده ومرت السنون السنة تل والأخرى وهكذا ظل الناس قرونا بعيدة يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا إلى أن تدخل الشيطان كعادته ليفرق الناس بالشرك بعد أن كانوا أمة واحدة وكان هناك خمسة رجال صالحين يدعون الناس لعبادة الله وكان الناس يحبونهم ويستمعون إليهم وعند وفاتهم افتقدهم الناس وكان هذا أول مداخل الشيطان بينهم لماذا لا ترسمون لهم صورا أو تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين آه نصورهم نعم أليسوا شيوخكم نعم هم أولياء الله الصالحين قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكرهم وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان فأصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا سأذبح لك الذباح وأهب لك العطاء ولكن اشف لي ولدي ياود أتوسل إليك ياود اشف لي ولدي ياود أنت أول معبود في الأرض اشف لي ولدي ياود وهكذا كانت الأرض في انتظار أول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان سيدنا نوح عليه السلام فهو أول الرسل وهو من أولي العزم من الرسل وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ماذا تريد منا يا نوح نحن لا نريد أن نعبد إله كهذا لا حاجة لنا به لن نعبد إلا آلهتنا هيا ذهب من هنا أنت يا نوح المجنون المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا لا يكل ولا يمل أبدا من دعوته قاصدا بذلك وجه الله الواحد الأحد لا أدري لماذا يرفضون دعوة أبي لتوحيد الله يا سام هؤلاء قوما ضلوا عن طريق الهداية فلا تحزن يا أخي فقد باءوا بأوزارهم حتى أمنا تقول عن أبينا إنه مجنون هذا هو الأمر المؤلم يا سام عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة والتكذيب من قومه ما زال نوح يدعو إلى توحيد الله والبعد عن عبادة الأصنام هيا ذهب من هنا أنت يا نوح المجنون هكذا قالت زوجتك والها ونوح على صبره وإيمانه يدعو لهم بالمغفرة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ابتعد عنا يا مجنون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ولكن نوح لم يكن أبدا ضاجرا مما يفعلون وما زال يدعو لهم ولا يدعو عليهم يا إلهنا نصر أدعوك أن تزوجني فأنت إلى هنا والقلوب بيدك وأنا سأعطيك حتى ترضى يا نصر لماذا أنت لا تنطق وقد اشتد إعراض قوم سيدنا نوح له وازداد إذاؤهم له ولمن اتبعه فجاء أمر من الله لنبيه لبناء السفينة وأمره بأن يغرس شجرا وأن ينتظره فقام نوح بغرس الأشجار وانتظر مئة عام ثم قطعه وبنى السفينة في أربعين عاما وقيل في مئة عام وكان خشب السفينة من خشب الساج وقيل من الصنوبر كان نوح النجار صناعته أن يصنع من الأخشاب ما يشاء وهو الآن يصنع سفينته حتى لما شرع في بناء الفلك كان هذا مصدر استهزاء وسخرية من قومه هاي اذهب من هنا أنت يا نوح مجنون فاصبر يا نوح إن نصر الله قريب ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم افتعد عنا أيها المجنون وذهب لبناء السفينة في الصحراء أنت من جعلت من صديقة والها امرأة تعيسة بأفكارك هذه فانصرف عنا انصرف هيا واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام طوال فترة دعوته بالرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق هيا بنا ليذهب إلى هذه السفينة ونسخر من نوح تصنع سفينة في الصحراء يا نوح أيعقل هذا؟ من الذي دعاك لهذه الخرافة؟ سنجمع أبناءنا ليلعب فوق هذه السفينة مجنون إنك رجل مجنون ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين اذهب عنا أيها الرجل المجنون أنت رجل سفيه أي إله هذا الذي تريد منا أن نعبده؟ يا له من يقين كبير لدى أبينا يا حام إن أبانا يا يافث هو أول الرسل يجب أن نعمل مع أبينا بكل جد وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصدقه الناس ويؤمن بدعوته وهكذا ساعد أبناء نوح أباهم في بناء السفينة حام وسام ويافث فهم مؤمنون برسالة أبيهم عليه السلام واستمر هذا العذاب طويلا سنوات تل وسنوات ونوح في دعوته لم ييأس ولم يتراجع أبدا رغم مرور مئات الأعوام على ذلك واجتمع كبار القوم وأثرياءهم يتشاورون كيف يمكنهم رد نوح عليه السلام عن دعوته وإغرائه بالمال والسلطة غدا سنعرض الأموال على نوح وأنا لا أعتقد أنه سيرفضها لا يمكن أن يرفض عرضا مثل هذا فما جمعناه له من أموال يفق أموالنا جميعا ولكنه رجل عنيد عنيد قبل أن يرى الأموال فالمال أقوى مما تتخيل في تغيير نفوس البشر أجل غدا سيغير نوح عقيدته ويعبد آلهتنا وبعد أن جاءوا لنبي الله نوح ورفض جميع عروضهم من متاع الدنيا عجب القوم منه وبدأوا الحديث عنه كيف يرفض نوح كل هذا المال يا والها نوح بالتأكيد سيرفض كل هذه العروض وما هو السبب وراء كل هذا التعند من نوح لأنه مجنون مجنون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ماذا تقول يا أبا مهدي كيف هذا نوح على الحق يا أم مهدي نوح بالتأكيد على الحق على الحق نعم كيف لرجل لا يملك شيئا من متاع الدنيا أن يرفض كل هذه الأموال إلا إذا كان على الحق تقصد أن هناك ما هو أفضل من كل متاع الدنيا وأموالها عند نوح نعم يا زوجتي نعم وما هو الله الله نعم يا قويسة الله الواحد الأحد إذن أنت تدعوني لترك عبادتي ود وسواع يا زوجي نعم أدعوك إلى هذا يا قويسة ولكني من المستحيل من المستحيل أن أترك آلهتي التي نشأت على عبادتها مستحيل إنها أصنام أصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا يا قويسة مستحيل 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 أن أترك آلهتي لا لا وهنا نجد أن نوح عليه السلام رغم أنه ضعيف وفقير إلا أن قومه يخافون من انتشار دعوته ولهذا فهم يعرضون عليه المال والجاه ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة ما زال نوح يتعبد ربه ويدعو الله أن يهدي قومه لدين الحق والابتعاد عن الضلال والشرك وعبادة الأصنام ورغم كل شيء استمر نوح في بناء السفينة غير ملتفت لما يفعله قومه من مؤامرات له ولأهله ولأسرته استمر نوح في يقينه بالله الواحد الأحد يدعو الناس إلى عبادته وتوحيده دون ملل أو يأس أو كسل أو تراجع تحمل كل هذا الأذى من أجل إتمام رسالته عليه السلام تصنع سفينة في الصحراء يا مجنون هل تتخيل حقا أنها سوف تسير في الصحراء يا رجل عد إلى صوابك فقد أصبحت أضحوكة يسخر منها الكبير والصغير مجنون أنت يا نوح مجنون حقا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ولكن نوحا لم يلتفت لهذا بل استمر في بناء سفينته فوق الرمال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليجزي الله الصابرين أجرهم بغير حساب هذه هي السفينة التي يصنعها نوح يا مهدي ولماذا يصنعها يا أبي؟ هذا أمر يحيرني يا ولدي لذلك سبب بالتأكيد ولكن الناس لا يعرفون ولكني على يقين أنه يفعل ذلك بوحي من الله كيف ذلك يا أبي؟ حدثني أكثر إن نوحا يدعونا جميعا إلى عبادة إله واحد لا شريك له ثم ماذا يا أبي؟ وأن نترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويساوي بين الأمير والفقير نعم يا ولدي ولماذا لا نتبع هذا الدين الحق يا أبي؟ أنا بكل جوارحي أميل إلى اتباع هذا الدين مع نوح النبي دعا نوح قومه سرا كما دعاهم علىنا وأمرهم باستغفار الله تعالى وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين ووعدهم بالرزق الوفير وبالأموال والبنين إنهم اتبعوا دعوته فما زادهم كلامه إلا استخفافا واستكبارا كان نوح على يقين أن ربه سوف ينصره على هؤلاء مهما طال الزمن ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ظل نوح وأبناؤه الصالحون يبنون السفينة منتظرين الوعد الرباني العظيم واستمر قومه في استهزائه حتى بدأ في الدعاء عليهم لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله أيام وننتهي من المهمة ترى ماذا سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة هذا أمر لا يعلمه إلا الله ونحن نمتثل لأمر الله نوح عليه السلام ذاق العذاب مع هؤلاء العصى لمئات السنين نعم وصبر على هذا البلاء واحتسب حان وقت الوعد الحق وانتهى بناء السفينة وجاء أمر الله لسيدنا نوح بالاستعداد للخروج من القرية الظالم أهلها أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين اثنين فإن الحياة سوف تبدأ صفحة جديدة مع المؤمنين الصالحين تا إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريا ومرسا إن ربي لغفور رحيم فبدأ سيدنا نوح بالصعود مع من آمن معه من قومه وأهله إلى السفينة فقد جاء العذاب الذي أنذر به قومه وظهرت الآية التي تدل على العذاب المنتظر وبدأ المطر ينزل بغزارة من السماء وانفجرت الأرض بالماء وغرق القوم كلهم ولما بحث سيدنا نوح عن ابنه وجده يصعد جبلا هربا من الغرق قال نوح لولده يا بني اركب معنا لكنه رفض لن اركب معكم ساوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله ولكن ولده أبا وعصى لن اركب معكم سأصعد إلى جبل عظيم يعصمني من الماء وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وبعد انتهاء عذاب الظالمين جاء أمر الله للسماء أن تتوقف عن إنزال المطر وللأرض أن تعيد الماء فيها وذهب الماء وكأنه لم يكن وتوقفت سفينة سيدنا نوح على جبل الجودي ونزل منها مع من آمن معه بسلام ولما غرق ابن سيدنا نوح دعا نوح ربه وقال إنه من أهلي وإنك وعدتني أن تنجي لي أهلي فقال له ربه إنه ليس من أهلك إلا الذين آمنوا وكان الوعد بنجاتهم فسؤالك هذا عمل غير صالح وإني أنذرك أن تكون من الجاهلين فندم سيدنا نوح واستغفر ربه على سؤاله وطلب منه العفو والمغفرة وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيضك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما هذه القصة عن أصدق خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجرت أحداثها قبل نزول الإسلام لثلاثة رجال التقوا في طريقهم للسفر هذه الأمطار الخفيفة تلطف من حرارة الجو يا سيد رابح لكن الغيومة شديدة يا سيد زياد لم أعد أرى بوضوح رغم أننا في الظاهرة أنصحكما بأن تسرعا بالاختباء في تجاويف الجبل فالأمطار الغزيرة على وشك الهطول ماذا يقول دليلنا عمار؟ لا أسمعك لنتبع إشارته هيا أسرعا هل نظل هنا كثيرا؟ الصخور أصبحت زالقة من كثرة المطر والسير عليها شديد الخطورة لقد ابتلت ملابسي كلها أخشى أن أصاب بالبرد لا حول ولا قوة إلا بالله إني خائف الخوف من البرق أكبر فهو يصعق من يصيبه ويهلكه في الحال سلم يا رب سلم ألا يوجد مكان دافئ نختبئ فيه؟ هناك غار في أعلى تلك الربوة ولكن الجمال يستحيل أن تتسلقها نترك الجمال هنا ونعقلها جيدا ونذهب نحن ونتسلق الجبل حتى نصل إلى الغار أخشى أن تصاب الجمال بمكروه تخاف على الجمال ولا تخاف على حياتنا؟ إنني أكاد أموت يا رجل إذن هيا بنا سأعقل الجمال سأتخفف من حملي حتى أستطيع التسلق تكفيني قربة اللبن وأنا سأحمل تسعة أمرات ثلاثة لكل واحد منا وأنا سأكتفي بحمل الماء هيا لنصعب هيا بنا قبل أن يصعقنا البرق المكان آمن لا يوجد به ثعابين أو حقارب وما هذا القش؟ يبدو أنه عش قديم لطائر من الطيور الكبيرة عظيم ناولني القش كله ساعده يا سيد زياد لا أقوى على الحركة صدقاني وها هو القش الجاف الحمد لله أفلحت في إشعال النار نستطيع أن نمضي اليوم هنا إلى أن يتوقف المطر أشعر الآن بتحسن الحمد لله أننا وجدنا هذا الغار البركة في دليلنا النابة السيد عمار بل في الله الذي هدانا لهذا الغار لننجو من البرق والرعد والسيول ما الذي جرى؟ هو زلزال؟ بل سقط البرق على الصخرة فأغلقت مدخل الغار انهضوا معي انهضوا معي لنحرك الصخرة هي صخرة تلك التي تريد تحريكها هل تمزح؟ قم وساعدني أم تريد أن تموت هنا؟ إهدأه ولندفع جميعا من جهة واحدة لا فائدة لا فائدة تهشمت ضروعي ولم تتحرك الصخرة بمقدار شعره ما العمل الآن؟ لا أدري كيف لا تدري؟ ألست دليلنا؟ الآن؟ لم أعد كذلك ما معنى هذا؟ لقد حبسنا نحن الثلاثة في هذا الغار وتساوينا في المصير ما معنى هذا؟ أهي النهاية؟ لا 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 لابد أن هناك حلا قل شيئا يا سيد رابح ماذا أقول في قضاء الله يا رجل؟ أكاد أهلك من حرارة الجو ونقص الهواء آه بالأمس كنا نكاد نموت من البرد والآن نموت من الحر أطفئ تلك النار لماذا نقع عليها؟ لأننا لن نرى شيئا من دونها لا يهم أن نرى بماذا تفيدنا الرؤية؟ سنهلك في هذا المكان لا محالة لا تكن يأوسا يا رجل لعل الله يرحمنا ويفرج قربنا ادعوه إذن من كان منكما صالحا وله عمل طيب خالص لوجه الله فليبتهل بالدعاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أنا لي عمل من رجلت به طاعة الله وأظنه من صالح الأعمال قدت أعمل في رعاية الإبل وبيع حليبها وكان لي أبوان كبيران في السن ألن تبيع لي هذا الحليب؟ يا سيد رابح ماذرة أيها السيد اسمي عرفان من أكبر التجار إنني معتاد يا سيد عرفان أن أسقي أبوي أولا ثم أهل بيتي وما يتبقى منهم هو الذي أبيعه أظنك تعرف مقدار حاجتك أنت وأهلك من الحليب فبعلي ما تبقى أولا حتى ألحق بالقافلة فقد أخذت عحدا على نفسي بأن يشرب أبوي أولا أنت تضيع على نفسك فرصة عظيمة في التجارة بل أتاجر مع الله يا رجل سلمان هل نمت يا رجل؟ لماذا تأخر هذا الصبي رابح؟ لعله يلهو مع الصبية أصحابه لم يتأخر يا سلمان نحن اللذان كبرنا ولم نعض نطيق الانتظار من أنت يا مرأة؟ وماذا تفعلين في بيتي؟ إيه عدت للنسيان مرة أخرى السلام عليكم يا أمي وأبي معذرة لتأخري تفضلي تفضلي يا أمي الحليب الطازج لا أشعر بالضمأ يا بني أرجوك يا أمي لأجل خاطري جرهة مواحدة حتى تحدث الباركة بارك الله فيك يا حبيبي وجزاك عنا خير الجزاء أنت أيها الصبي أسرع لي بالحليب أمرك يا أبي وسيدي بالهناء والشفاء أبي حمدا لله على سلامتك كيف حالك يا نيرا؟ على خير ما يرام أخيرا تذكرت أن لك زوجة كان أبي يحتاج إلى صحبتي بعض الوقت وماذا عنا نحن؟ أمي إن أبي متعب من عملي وبالتأكيد لم يأكل شيئا طوال اليوم ها؟ ومن أين نأتي بالمال لنطهو الطعام؟ لست جائعا فقط أريد الراحة سأطمئن على الإبل اسمع يا رابح نحن لم نعد نراك أبدا رغم أننا ووالدك نعيش في بيت واحد قلت لك ألف مرة إن رعاية أبويها هي أهم شيء في حياتي وكان الواجب أن تعينيني على هذا الأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سلام عليكم يا أمي إنها نائمة وأبي يغط في نومه أيضا انتظر حتى يستيقظ إني جائعة يا أبي أعطني بعض الحليب حفوان يا حبيبتي سأسقي أبي وأمي أولا لا أستطيع الانتظار يا أبي لقد أخذت عحدا على نفسي ألا أسقي أحدا قبل أبوي رابح ما الذي أتى بك في الصباح الباكر يا ولدي لماذا لم تنم في غرفتك يا رابح صباح الخير يا أمي صباح الخير يا أبي تفضل بالهناء والشفاء يدك متصلبة من حمل قربة اللبن طوال الليل بارك الله فيك يا حبيبي لا عليك يا أمي ستحسن بعض قليل كل هذا لأجلنا اللهم جازي ولدي ببره خير الجزاء يا الله يا رحيم إن كان عملي هذا خالص لوجهك فارحمنا به وفرج عنا ما نحن فيه الحمد لله أخيرا نسمة هواء ما أعظم نعمة الهواء الطيب المتجدد لم نحس بفضل هذه النعمة إلا عندما حرمنا منها أكاد أموت من الضمأ أليس مع أحدكم جرعة ماء لقد اقتسمنا الماء كله ربما يتبقى مع رابح شيء من اللبن ولا نقطة واحدة والتمر نفد كذلك ما العمل انظر السماء تمطر في الخارج إن رؤية الماء تجيدني عطشة لو استطعت فقط أن أخرج يدي من فتحة الصخرة وأملأها بالماء تحركي لا تحاول إنها لا تتحرك تحركت من قبل كان ذلك بأثر الدعاء أو قل بأثر العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لدي قصة كنت في أول حياتي شابا فتيا مغترا بقوته وماله وإعجاب النساء به ولكني في الحقيقة لم أكن أرى منهن إلا ابنة عمي زبيدة لن أتأخر يا زبيدة مع السلامة يا أبي زبيدة زبيدة افتحي لي إنه أنا ابن عمك معذرة يا ابن العم لقد خرج أبي ولا يوجد في البيت غيري هذا أفضل إنما جئت لك أنت أرجوك أن تنصرف وتحفظ غيبة عمك وماذا أفعل في النار المشتعلة في جوانبي يا زبيدة إنك تهينني بهذا الكلام ماذا تظن به إذا لم تفتح الباب سأقفز إلى الداخل وإذا فعلت سأصرخ فستسمعني كل القبيلة يا لك من عنيدة ولكني لن أيأس منك لا ينبغي أن تصمتي أكثر من ذلك لقد تمهد زياد بن عمك ماذا أفعل يا هند إنه ابن عمي ولا أريد أن أفضحه إذن تحملي مراودته لك ولا تلومي إلا نفسك بالطبع لا فأنا فتاة حرة ولا أقبل منه ذلك عليك إذن أن تبلغي أباك بما يفعله زياد أبي شيخ مريض ولا أريد أن أحمله فوق طاقته مسكينة أنت يا زبيدة تحبين رجلا لا يعرف قدرك ماذا بك يا زياد أما زلت تفكر في الفتاة التي تحبها ولا أنساها لحظة واحدة أرى أنك تعذب نفسك حولك النساء كثيرات ولا تفكر إلا في التي تصدك حالة أبي لم تتحسن فقد أصبحت مدينة للطبيب بمائة وعشرين قطعة من الذهب لماذا لا تقتردين من ابن عمك زياد زياد إنه لم يفكر حتى في زيارة عمه المريض أعرف أنه مشغول بتجارته بل قولي بلهه ونزاوته الكل صار يعرف عنه ذلك أيا كان الأمر فهو ابن عمك وأقرب إليك من الغريب حاول لن تخسري شيئا سأفعل يا هند ليس أمامي حل آخر زبيدة ما الذي جاء بك في جوف الليل؟ أحتاج إلى مائة وعشرين قطعة من الذهب أعطيك ما تطلبين ولكن ما مقابل المال؟ وهل تريد شيئا في المقابل؟ أريدك أنت يا زبيدة يا ويلي ماذا أفعل؟ ها لم تردي علي لك ما تريد يا ابن العم أين المال؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ها هي النقود أتبكين يا زبيدة؟ لماذا؟ لم أظن يوما أن أكون هينة عليك إلى هذا الحد كان أحب شيء إلى نفسي أن تتزوجني واستدقات الدفوف وفرحة الأهل اتق الله يا ابن العم لا حول ولا قوة إلا بالله اذهبي يا زبيدة معززة مكرمة عسى الله أن يغفر لي انتظري خذي المال معك اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا الله الحمد لله أستطيع أن أمد ذراعي وأملأ كف بالماء الحمد لله ناولني قربة الماء يا عمار لنملأها وندخر الماء إذا ما توقف المطر خذ ها هي لنحاول أن نحرك الصخرة قليلا فتستطيع العبور لا تحاول لقد تأكدنا أن الصخرة لا تتحرك إلا بفضل الدعاء والعمل الصالح جاء دورك يا سيد عمار نعم أنا حكيت لكم عن بري لوالدي وأنا ذكرت لكم قصتي مع ابنة عمي وحفظي لها لم يبقى غيرك يا عمار ربما يكون فيما سأحكي شيء من الصلاح وإن كنت غير واثق من الأمر عملت طوال عمري بالتجارة ونقل المسافرين والبضائع كيف حالك يا سيد عمار؟ بخير يا سيد عزيز هل من خدمة أؤديها لك؟ جئت لأعرض عليك المشاركة في الربح والخسارة وفي هذه الحالة لن ينافسنا أحد أشكرك على عرضك ولكن لكل منا طريقته الخاصة في التفكير والعمل وأفضل أن أعمل وحدي لا كما تريد ولكنك ستخسر كثيرا بعنادك هذا لن نال إلا ما هو مكتوب لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أهلا بك يا بدر كيف حالك؟ أحتاج إلى المال بأسرع وقت حتى أتمم زواجي هل أجد عندك عمل؟ إنني أستعد للسفر في قافلة كبيرة وأحتاج لعاملين كم أجر العامل منهما؟ هذا صديقي ناصر سأعطي كل واحد عشرين قطعة من الذهب بعد عودتنا من السفر ألا يمكن أن نأخذ نصف الأجر مقدما؟ لا الأجر كله في نهاية العمل مثلما أتعامل أنا مع التجار اتفقنا سأعمل عندك أنا وصديقي ناصر اتفقنا إذن مرحبا بالسيد عمار كبير التجار مبارك لك زواجك يا بدر تفضلوا بالهناء والشفاء أين أجدون عصر؟ اختفى منذ عودتنا من السفر لماذا تريده يا سيد عمار؟ لم يأخذ أجره مني حتى الآن وأنا مدين له بعشرين قطعة من الذهب أمره غريب سأبلغه إذا رأيته يا سيد عمار عندي خبر لك ماذا جرى يا بدر؟ تكلم لقد هجم قطاع الطرق على قافلتك في السحراء وسطوا على كل ما فيها كيف هذا؟ ضاعت ثروتي كلها في يوم واحد عوض الله عليك يا سيد عمار هل ستظل تدورها كذا مثل الراحة؟ دعيني الآن يا سلوى لست خاري البال ما الذي يشغلك يا عمار؟ أمامي فرصة لا تعوض مجموعة من الإبل الأصيلة تباع بنصف ثمنها ولماذا لا تشتريها؟ ليس معي شيء مالي كله ضاعف القافل كما تعلمين بكم هذه الإبل؟ بعشرين قطعة من الذهب رأيتك تتدخر هذا المبلغ من المال إنه ليس مالي هو مال أجير عندي اسمه ناصر نعم، ولكنه اختفى منذ شهور هذا لا يحرمه من حقه في الأجر لم أطلب منك أن تسرق ماله فقط اقترض العشرين قطعة لشراء الإبل وعندما تنصالح الأحوال ترد له دينة إذا عاد لمن كل هذه الجمال؟ ألا تعرف؟ إنها لصديقك عمار لقد اشترى مجموعة من الإبل والأبقار والأغنام بعشرين قطعة من الذهب وها هي قد صارت قطعاناً بارك الله له فهو رجل طيب السلام عليك يا سيد عمار من أنت؟ قد لا تذكرني يا سيدي كنت أعمل أجيراً عندك قبل عشرين عاماً عندما سافرنا في قافلة التجارة أذكرك بكل تأكيد كيف حالك يا سيد ناصر؟ سيد، أنا بخير والحمد لله ولكني في ضائقة مالية وقد تذكرت أن لي عندك مبلغاً من المال نعم، كان لك مبلغ من المال الحمد لله أنك ما زلت تذكر لم أنساه يوماً واحداً أعرف قدر مشاكلك ولكن كنت أسأل عن ذاك المال هو أمامك يا رجل لست أفهم كل ما أمامك من إبل وأغنام وأبقار وعبيد يسوقونها هي مالك الخاص سيد عمار أرجوك أن لا تهزأ بي معاذ الله يا رجل هذا مالك وإن أردت أن تسوقه كله فهذا حقك كيف هذا؟ كان أجري عشرين قطعة من الذهب اشتريت بهذه العشرين مجموعة من الإبل والأغنام ونماها الله فصارت على هذه الصورة حقاً؟ نعم إنها لك خذ ما شئت واترك ما شئت بارك الله لك فيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعيظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً هل أعطيته آلاف الأبكار والأخنام والإبل؟ نعم فهي حق له وأخذها كلها ولم يترك لك شيئاً؟ نعم أخذ ماله كله وانصرف أعرف أنني لم أفعل شيئاً يستحق الثواب فقد أديت واجبي اللهم إن كان عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أعاننا على عمل يرضيه كدنا نموت لو لا فضل الله علينا لم أكن أعرف أن صالح الأعمال يمكن أن ينقذ الإنسان في الشدائد المترجم للقناة